كتعانو لي من الشيب كتعانو لي من تساقط كتعانو لي من الجافاف اليوم اجبتليك الحل المثالي اللي غيرت تبليك الضغبة وغير رجعها كما كتشوفو في الفيديو حرير هاك ذكر الطباك كتحمق فغا ترجع لكم شعير ديالكم سب سب كذلك غادي تحد لكم من تساقط لانه الكتير من الغزالات الكتير من السيدات سواء كنتوا صغار في العمر او الاكبار فكيكون هناك مشكل تساقط ومشكل فراغات فان شاء الله جربوا لي هاد الوصفة وغا ترحموني عليها انت من اي اغزالة تجربها وتقول لي فليكمونتا كيف اجزتها واش في علنات الاستحسان ديالها واش في علنات الاعجاب ديالها واش في علنات الريدة ديالها وراها غرب مقادر مكونات لهم موجودين في كل مطبخ وفي كل كوزينة ووصفة عربية من احسن الوصفات اللي جربت تقريبا هادي السادية الاشهر الى ما فوق وانا كنجرب فيها وجربتها حتى على ناس اللي هما ديجا فيهم الشي بشكل كتير كتير بزاف يعني نساء في الخمسين في سين سستين فاكيد كتكون نسبة الشي بشكل كتير وكثيفة كذلك فالحمد الله فاش جربتها كانت نتيجة صادي مالية وليهم ويعني كما كنقولو تبارك الله هاد الوقت راك كافي باش نعرفو انو الوصفة فعلا لها مصداقية وفعلا فيها ايجابية وفي ضرف خمستاشر يوم اللي بنات لاغوستاد كتحدلك من الفراغات ومن تساقط الشعر ديال كله كي ولي كينبتو كيكتفلك زايد انو الشبرة اكيد منذ اول استخدام دقابت لك تعالجو منذ اول اشتركوا في القناة وتفعلوا ازال الجرس وعلى بركة الله مشو باش نتعرفو على مقادر الوصفة وكما كنت قلت لكم دائما الهميزات ودائما الوصفات الاقتصادية والوصفات البسيطة واليوما غاديم باغتاجي معاكم من احسن الوصفات العربية اللي جربت لعلاج الشي بو ان شاء الله هاد لاغوست غا تكون جوج ديال المكوينين اساسيين اللي هما البطاطس او البتاطا وكذلك الطين الاخضر ما شاء الله اللهم بارك ووصفة يعني خرافية المفعول وسحرية في علاج الشي بدقابت لوقع يكون عمرك 80 او 80 سنة لانو بزفت اللي بالعيالات في العمر ديالهم يعني 60 او 50 يقولوا يارا عدنا شيب الكثير شيب الكثيف ماشي ذاك الشيب اللي هو قليل فبتالي بغينا شي وصفة تكون تقيلة وصفة تكون مشبعة بمكونات اللي فرامونت يعانجوا الشيب يعني وصفة اامنة والمية في المية كمسلا قولوا ودقبت لها فهذا لاغوستيت البناس كانت تحدى اي وحدة تجربها وما تعتهاش نتيجة فمرحبا بجمع الكومنتر بالمناسبة البنات را ما كان مسحتاش يتعليق كي ما تكونو شفتورة كنخلي حتى انتقادات كنخلي السيلبيات كنخلي الايجابي يعني كنخلي كل شي كيفما كانت عليك فتنخلي الحمدول الله بشكدا كل شي بنبي وضوح ماشي غادي نكدب عليكم ولا نقول لكم يعني كنرحب غب يعني بالكومنترات زوينين للبناس كنرحب كل شي كيفما كان نوع التعليق يعني البنات اي وحدة تجربت هاد لاغوستيت فترجعت تكسب لي النتيجة دي لكما هي إلا تعطتك نتيجة خليها ما عطتك نتيجة خليها باش هكذا كل شي يكون واضح وبين وكذلك البناس يقربوا لكم وانتاغ ديالكم ويستفدوا منهم فكما قلت لكم البنات هاد الوصفة جربتها تقريبا هادي واحد 10 ديال الشهورة يعني جربتها مدة طويلة ماشي يالله جربتها ولكن عجبتني النتيجة وقلت هاد هي لاغوستيت لي كذلك اذا ما كتطلبوني من عليها بزاف وتكون بشي حاجة طبيعية وما كينش حسن من البتاطا البتاطا ما شاء الله را مكوين خطير وفعال وكذلك الطيل الخضر يعني هاد جوج ديال المقادير اللي تخلطوا مع بعدياتهم تعطيونا واحد المازيج وواحد التفاعل ماشاء الله اللهم بارك المهم لبنات نتمنى هاد لاغوستيتنا الاستحسن ديالكم وتنى الاعجاب ديالكم ونوضح يديع لي العقز ديال غزالة ديالي وجرب بها وقلوا لي كيف اشجاتك كذلك كنصح بيها حتى العيالات او للبنات اليوم في سيل العشرين ثلاثين تيقولوا لي في تعليقات راعدنا بعض الكمية ديال الشيب ولكن قليلة فحتى وما نصحهم بيها وبالمناسبة هاد لاغوستيت ما كتعالج غير شيب وصافي فهي كتعالج شيب كتحد من التساقط كتعالج الفارغات وكتعالج جميع مشاكل الشعر يعني اي وحدة عندها شي مشكل في شعير ديالها فغادي تعالجيه ان شاء الله بالبطاطس يعني راهم وكوين كما كنقولو دقب طلاء لعلاج جميع العيوب وجميع المشاكل كذلك فانتنا هاد لاغوستيت نال الاستحسان ديالكم وتنال الرادة ديالكم يا ربي وتقولوا لي في تعليقات او لفلي كومنتا كيف اشجزكم مش فعلا نالت الاستحسان ديالكم مش فعلا نالت الاعجاب ديالكم يعني مش عجباتكم ولا لا كنرحب انا بجميع تساولاتوا بجميع الاقتراحات وما تنسوناش محاجة مهمة اللي هي اللي لايك ديالكم وراء غادي تحصلوا ان شاء الله على شعر ارتب ملس طويل ناعم حريري كثيف قوي وبدون شايب كيما لحطوه في بداية لا فيديو راخليت لكم مقاطع مصغرة على جنب باشاك تشوفوا قدرات هاد لاغوستيت هادي في علاج عيد ديال مشاكل ماشي غال المشكل ولكن الحمدول الله بزاف ديال مشاكل مهم على بركتينا ما غنطول شي عليكم كتر هاد يمشو باش نتعرفوا على المكوينات والطريقة التحضير وطريقة الاستخدام اول مكوين اللي بناس غادي يحتاجوا فاد لاغوستيت غا نحتاجوا البطاطس او البطاطا كيما تكونوا لحطوه في الصورة المصغرة فاد الوصفة العربية فغا تحتاجوا هنا بطاطا اللي كتشديها كتنقيها وكتحكيها ولا كتبشرها وكتاخدي العسر ديال البطاطا او للمدية البطاطا وغا تستخدمي فاد لاغوستيت بالنسبة لبنات المكوينات التانوية هتحت تحتاجي معي ان شاء الله الحبة السوداء والحبة البركة او ما يعرف بالشانوج بالنسبة للشانوج رامو كوين كيما سنقولو ازوين وضقه بتلاف علاج جايدة مشاكل موجودة في الشعر فهو كيطول وكيكتفلين الزغبة كذلك البنات ستحتاجوا كمية من الطين الاخضر لا ديوبة عند العطار بزاف منكم تتسولوني على الطين الخضر ستتقولوا لي فين غادي يلقاه وفين موجود فين بتوفر البنات السوداء الخضر موجود عند العطارين او لعند العشابين يعني هذا ديال العبار كيتباع واحد نوعية ديال الطين كينا موجودة ولكن هي كيتباع فلساشي بالتالي إلا كانت ديالي ساشي تايم زيانة ولكن إلا كان ديال العبار كان أفضل وكان أحسن أنا هاتش اللي كان ديال صراحة وكذلك البنات ستحتاجوا معي كيمية ديال القرنفل اللي كيكون مطحون مزيان يعني كي يطحنه بباودر ناعمة بالنسبة للقرنفل او للمسمار انا غا نوريكم مشاكل دياله كي يحب لي البنات هو هذا هذا البنات هو المسمار او ما يعرف بالقرنفل فكتاخدي كمية وكتحنها مزيان مزيان على حقه وطريقها وكذلك البنات ستحتاجوا معي كيمية ديال القهوة سريعة الدوبان او لا القهوة حبيبات هنتمه كمية القهوة اللي حتيض قبط لعلاج جميع المشاكل الموجودة في الشعر واخر حاجة البنات اللي هي المرمية او السالمية يعني بودرة المرمية او السالمية فحتيز وينا ونجحة في علاج عدة مشاكل موجودة في الشعر بالمناسبة في البنات احنا ما بغينش نعالجو غري حاجة بغين نعالجو عدة حاجات لانه الى عالجنا مثلا غير الشيب غير بقى التساقط وغير بقى الفراغات وغير بقى بزف ديال المشاكل كثيرة احنا البنات بغين نعالجو اغلبية المشاكل داكشي علش غنبغ تاجي معاكم هاد للمولتي الوصفة اللي هي كتكون مجوش ديال المكونات اساسيلي هم البطاطس والطين الاخضار المهمة على بركتي الله سوف نزيدها بل طريقة التحضير فوحة الإناء سوف يتوضعي لي كمية القرنفل يعني من قدار تقريبا جوج معالاق او ثلاثة مهم معين كمية زانك على حسب الطول الكتافة الشعير ديالك كذلك ستحتاجوا معي كمية ديال الحبة السوداء والحبة البركة كمية ديال المارمية او السالمية وكذلك غادي تحتاجي معايا ان شاء الله الى طين الاخضار طين الاخضار غادي ندير جوج ديال المعالق والقهوة السريعة للذوبان او لا القهوة حبيبات هنا اخديت البنات اسطى واكيد انتم ماشي بشرط تقيدوا بالماركات اللي كناخد ممكن تاخدي اي ماركة بغيتي يعني سواء اسطى ولا ماركة اخرى اكيد وكنجمع هاد المكونات مزيان وغادي نضيف دبايا عسر ديال البتاطا موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 الى ما فوق باش هكدا نجربها على بزاف ديالناس ماشي غا نجربها على نفسي ونشي نشاركها معاكم لانه كي ما قلت لكم ما في الشي فاخسين نجربها على ناس اللي ديجا فيهم الشي باش هكدا نشوف دكليف ديالها والحمد لله كانت النتيجة ديالها مذهلة لا من ناحية علاج شيب ولا من ناحية تقصف ولا من ناحية الجافاف ولا من ناحية تساقط فالتساقط لبنات كي حد من انك تستخدمها جوديا المرة يعني يديرا مثلا هدى الأسبوع اشتركوا الاسبوع الاخر جوج ديال الاسابيع تقريبا 15 يوم كيتحدك تساقط وذوك الفراغات مكيبقوش يعني كيولي الزغب ديال كلو كينبت بشعة يعني ما شاء الله الله ومباركي ما كتلكم خديت وقتيل كافي فيها فهد لاغوصي تجربوه بعويناتكم مغمضين وقلوا لي في التعليقات كيف يفجزكم وما تنسوناش دائما للبنات بليلايك ديالكم لانو كنجيبو لكم الهميزات تل عندكم كنجيبو لكم الرخاو الرباخة تل ببداركم فاكيد اللبنات غن نبغيو منكم حاجة وحدة هي غاتوي وكتساعدونا بها في غامو كديدوس افونسي وبين القدم اللي هي لايك ديالكم كذلك البنات او لاغزة التي تشتركوا في القناة مرحبا بكم يوميا تنزل جديد كل مساء وكذلك فعلي زي الجرس خليلي التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو بغى تشوفوه في الفيديوهات المقبلة ولا الفيديوهات الماجئة شنو من المواضيع او للي توجيو اللي تبغيني نتكلم عليهم وتحية لكم خاصة ومطلقة معكم في فيديوهات مقبلة وما تنسوش اشتركوا في القناة